اشتركوا في القناة والعبوات ازمة جديدة بتجهيز الكهرباء في العراق الوزارة تقلص ساعات التجهيز بسبب تأخر سداد الالتزامات الى ايران قانون التجهيز الالتزامي يعود الى الواجهة في العراق لجنة الامن ودفاع تصعى الى ادخال مواد وتعديلات جديدة قضية تعنيف طفل بالكي تتفاعل في العراق داخلية العراقية تتدخل الخارجية الفنلندية تحاط علما ووالدة الطفل تروي الحكاية لمعاشة احمر بايدن يوافق على تزويد اوكرانيا بانظمة صواريخ متحركة في اطار حزمة اسئلة بقيم او اسلحة بقيمة 700 مليون دولار ازمة متكررة لا يكاد يمر صيف في العراق حتى يتجدد الحديث عن نقص تجهيز الطاقة الكهربائية وان تفاوتت طاقة انتاجها من موسم لاخر لكن السبب واحد منذ سنوات نقص الغاز الايراني او بالاحرى قطع امداداته بسبب تأخر تزديد ما بذمة الوزارة من اموال او اربع من اموال اربع محطات كبرى اذا لا تزال تعتمد على هذا الغاز رغم العقود البديلة الموقعة لتعويض نقص الانتاج نتابع التقرير ثم نعود لفتح هذا الملف لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ووزارة الكهرباء في العراق اشبعت لدغا منذ سنوات عدة من جحر الغاز الايراني الذي يقطع كل صيف مع اي ضائقة مالية تتعرض لها البلاد وزارة الكهرباء العراقية اعلنت مساء الثلاثاء تقليص تجهيز ساعات الكهرباء بالتزامن مع توقعات هيئة الانواء الجوية بموجة حر تقترب فيها درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان يوم الخميس تقول الوزارة ان تردي التيار الكهربائي كان بسبب تقليل الجانب الايراني خمسة ملايين متر مقعب من الغاز بسبب عدم سداد الالتزامات المالية لعدم اقرار الموازنة وهو تبرير اعتاد العراقيون على سماعه كل عام منذ نحو سبع سنوات دون ان تجد وزارة الكهرباء بدائل ملموسة على الرغم من توقيع عقود لتحسين شبكة التوزيع والربط الكهربائي لم تدخل حيز التجهيز بعد ويعتمد العراق على الغاز المستورد من ايران في تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء في جنوب البلاد وفي حال توقف امداد هذا الغاز فان عجز التيار الكهربائي في البلاد قد يصل الى نسبة الثلث خطي انابيب يصلان الى اربع محطات لتوليد الكهرباء في البصرة والسماوة والناصرية وديالة وتعمد طهران على خفض الامدادات جراء عدم دفع بغداد لديون متراكم عن شراء الغاز تقدر بنحو مليار وستمائة مليون دولار في هذا الملف ينضب معي خبير النفط والطاقة هيثم النعيم من بغداد وكذلك المتحدث باسم وزارة الكهرباء احمد مقوسة ايضا من بغداد اهلا بكم ضيفي الكريمين وقبل ان ابدأ النقاش معكما نتابع هذا التصريح الخاص لمانشهة احمر من احمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء قبل نحو اسبوعين اما صيفنا اللي راح يقدم للمواطنين نعد بملء الفم بضوء استعداداتنا وعناية حكومية سنقدم صيف يختلف يختلف عن الصيف الماضي واضلل من الصيف الماضي ان شاء الله هذا وعد قاطع سيد احمد موسى منك الى المواطنين بيعني صيف مختلف هذا العام اهلا بكم مجددا ضيوفي الكرام ابدأ معك بالتأكيد سيد احمد موسى وانت ضيف البرنامج المعتاد في هذا الملف ولن اضيف كثيرا عن ما قلته لكن انا من يعني كثرة تفاؤل ذلك اليوم بالواقع الكهربائي الذي حدثتني عنه يعني تحمست وقلت انه مواطن كهربائي الذي حدث مرحبا بجناب الستريمة احيالله جميع مشاهدي قناتي الشرقية احيالله جناب الاستاذ الخبر الاستاذ هيتم يعني اليوم خلي اسول الفوياتش بلغة احنى اوكي نتفق نتفق واستلزم واحد اثنين اثلاثة استلزم بالكلام اولا وثانيا وثالثا اولا انا ادعوك الى ان تكون لا تزالي انا ادعوك لان تبقي متفائلة احنا استعداداتنا اليوم كبيرة جدا لان نقدم صيف افضل من الصيف الماضي سرغم ان احنا ما وصلنا لعزمة اليوم اكو تقليل بساعات التجهيز بس مو مثل ما اشار تقرير احنا ما وصلنا اليوم لعزمة بالكهرباء اليوم هناك قلة واضح القلة وضحناها هذا اولا انا ادعوك لان تبقي متفائلة انت كم المواطن البغدادي انا احب ان اتفاهل بواقع الكهرباء ولكن بيان الوزارة يقول بان هناك ازمة كهرباء مرتبطة سيد احمد ستريمة والله يكون صريع بغاية الشفافية والصراحة وياتي جرابي فانا ادعوك لانت تكون متفائلة انت والمواطن بضوء ما قدمناه من استعدادات وما بصالح حد لا ندلس ولا نكذب ولا ندعي كلام واردي ولا ننفخ بصورة نازلة من اللازل بس احنا جودنا كانت كبيرة هذا اولا ثانيا احنا ما وصلنا لعزمة هناك التقليل بساعات تجيزك ولي اسباب سقناء ثالثا وهذا المهم تتريمة واني اعرف الجنابك واعرف كل متابعين انت اليوم انت اليوم لا طهتني غاز وطني ولا طهتني فلوس اسدد الايرانيين اوكي كان الاجدربيتش وانت دائما خطابي تعرفيه ودائما ما تحدث عن انحسار وارتفاع اطلاقات الغاز مع الايشادة طبعا وهذه الاول مرة اقولها ان الجانب الايراني كان ايجابي جدا بالتعامل مع العراق بهذا الموضوع خصوصا بالدفع الاخير ومزيارة وزير الكاربا الاخير مو تم التوصل الى اتفاق مع الجانب الايراني اتفضل ايه ايه والله صحيح فاني اللي تمت لماذا اقول لك جانب الايراني اخر مرة كان ايجابي وكان يعني نوع علمه متعاون جدا بس اشترط اشترط انا طلعت وياس قبل فترة وبعتش بصورة زيارة السيد وزير الكاربا واللقاء وزير النفط وزير الطاقة الايرانية وحجم الانتفاقات اللي صارت الجانب الايراني وعد انه انا اقدم الوقود الكافي والغاز الكافي والملائم لانت اجتازون محنة الصيف واقدم لكم اللي شغل محطات الكاربا شريطة تين وست نعم قال انا اطلبكم اموال انا اطلبكم فلوس هذه الفلوس تدرين ستة شوكد عن عام عشرين عن عام الفين وعشرين الجانب الايراني يطلب اموال مستحقات غاز الطانيها بعام عشرين وبعام عشرين ما كانت موازنة ولم تمرر الموازنة بقوا يطلبونا مليار وستمئة وتسعين مليون دولار قال يابا زين احنا الان بالثنين وعشرين واحنا نطيكم ما زلنا نطيكم الغاز ونعدكم على نطيكم غاز كافي زين مو نطلبكم الفلوس تدرين تدرين ايها تدرين احنا وعدنا بضغوء التوجيهات الحكومية وكنا نعتمد انه اكو قانون اسمه قانون لامن الغذاء الطاري واكثر من مرة والثلاثة واربع استضافونا بالبرلمان اللجنة المالية واللجنة الطاقة ورئاسة البرلمان والنائب الاول سمعوا من عندنا خطة سمعوا من عندنا حاجتنا سمعوا من عندنا للريدة واحدة ويساعدونه طلعوا مسودة قانون الامن الغذاء الطاري يا بشين هذا القانون قالوا لكم بي جزئيات تسددون مستحقات الغاز الايراني يعني يمرر قالوا اي نعم رح يمرر هذا القانون تمرير هذا القانون لتحل ازمة الكهرباء طبعا ستنين رح ارجع لك سيد احمد للحديث على هذه النقطة لا لا مو بس رح ارجع لك للحديث خليني اشرك بس خلي في بالك خلي في بالك استريمة تفضل بس خلي في بالك هذه الجزئية انه بعام عشرين وهذا من تراكمات الحكومة السابقة اللي ورثتها الحكومة الحالية واللي تريد تحلها وبصراحة ظلنا لا غاز وطني كافي ولا طون فلوس اروح اصدد الايراني وحل هذه المشكلة ووقعنا بها احنا ككهرباء صحيح خليني اشرك السيد هيثم اني عامي معنا اهلا بك مجددا سيد هيثم يصر العراق على الغاز الايراني ويبدو ان العراق ما زال رهينا لهذا الغاز الا يستطيع العراق العيش بدون هذا الغاز تحية لحضرتك ستريم والقناتك الكريمة والجمهورك الكريم ولضيفك سال احمد اهلا بك احنا يعني دائما نطلع بالفضائيات نحكي عن السلبيات فاحنا اليوم خلي نحكي حلول لان السلبيات واضحة هسا للجميع اكي نريد الحلول الحلول مثل ما تفضلت حضرتك اولا تنويع مصادر تمويل غاز التشغيل المحطات هاي مقارة جدا مهمة احنا منظر نعتمد على ايران ايران باشر عقبة ما اجبها تجهزنا صار المشاكل السياسية تنقطع الكهرباء على العراق هذا الشيء لازم ناقضه في حساباتنا لازم اولا نعدد مصادر الطاقة اما مثل ما تفضل استاذ احمد بانه قانون الامن الغذائي هو اللي رح ينعش الكهرباء وهذا فهذه اختلفوا جذريا لانه قانون الامن الغذائي قيمة 37 تريليون يعني بحدود 25 مليار الغذاء الخصص هو 8 رليونات الى وزارة التجارة هاي الـ 8 رليونات لو نجي نحسبها رياضيات يطلع الفرق 800 مليون دولار فقط هي للامن الغذائي والبقية كلها رح تروح في جيوب الفاسدين فاحنا هذه اللوية اللي ذراحها حاليا وزير المالية بكل بساطة يقدر يسدد مليار وستمائة وتسعين اللي هي الديون الايرانية عن تجهيز الغاز الايراني الى العراق بكل بساطة يسددها من الميزانية يموالتها الميزانية اكثر من 80 مليار دولار فالمليار وستمائة وتسعين موفد رقم كبير بالنسبة للميزانية حتى اذا كان واحد على 12 احنا مدى ندعي لفوق واحدة الموضوع ستريم لازم نجي هساعة الحلول احنا نريد العنب لو نريد الناطور احنا نريد العنب الحلول بالكهرباء لا يوجد حلول آنية سريعة اقل حل ثلاث سنوات الحكومة الحالية في قطاع الكهرباء ما صار لها سنة يعني سيبقى العراق الى حد ثلاث سنوات فمن توقع منها انجازات كبيرة مؤتمدا لا حل لديه ولا سبيل لديه الا ان يبقى مسألة الاعتماد على الغاز الايراني افهم من كلامك بان العراق لا حل لديه ولا سبيل لديه الا ان يكون حاليا رهينا لهذا الغاز لا لا لازم اكون حلول قلنا اول حل هو تنويع مصادر الطاقة تنويع مصادر الغاز هاي اول حل ثانيا الحل الثاني انه المواطن يكون شريك بها العملية اللي هساني راح احكي بيها وارجوك انه خلي يسمحها كل المشاهدين اخواني الكرام يا شعب العراق انتو شعب املاق وبالشدات كلكم تصيرون سوء ازمة الكهرباء حاليا اعتبروها حرب حتى نتغلب على هاي الحرب لازم نتكاتف شون نتكاتف ترشيد الطاقة ترشيد الطاقة مو يعني تطفون الكهرباء لا تستغني عن الغسالة والتيركوندشن والثلاجة والمجمدة هذا يعني تخلف هذا يرجعنا للعصور الوسطى ترشيد الطاقة هو استخدامها بالطريقة المثلة حسن استخدام الطاقة وليس إلغائها حسن استخدام الطاقة وعدنا بيكلوت وعدنا بيس لوت عفوا عدنا حمل الذروة وعدنا الحمل الطبيعي لا تستخدمون الأشياء الكمالية في حمل الذورة هاي المختصر كل شمال ترشيد الطاقة يعني عدنا حمل الذروة يبدأ من ساعة عشر الصباح دع عشر الصباح ينتهي ساعة تسعة بالليل بهالوقت فقط يا أم البيت لا تغسلين الملابس وتكوين الملابس بس في هالفوقت تلتعاش ساعة يليش ودعش ساعة للأخوتش الشعب الباقي الموجودة يا أبو المي بضضبط هذه أحسنتي سترين هذه إذا وصلناها للمجتمع إذا وصلنا أنه لن تستخدم الأشياء الكمالية في وقت الزروة ثقوا راح تزيد وبعدين أنت مثلا وقت المغرب حمل الزروة هو وقت المغرب وقت المغرب من السبعة للتسعة بهالساعتين طفي المكيفات بقية الغرف قعدوا أنتوا بالغرفة مالهولة فرجوا تلفزيون وتهنسوا وكذا بس بقية الغرف راح ناقش الجانب سواعوي أيضا ساعدوا أخوتكم يعني أنت مع سيد أحمد أنت من الطفي الكهرباء غيرك سيستفاد منها المطار مع المي استخدم دموية المولدة أشياء بسيطة لو نتعاون عليها صحيح نحن نثبت وأتمنى من أخواني تشارنا أنه يروجون لهذه الثقافة ببيتهم وندعمهم وندخالهم حتى نثبت للعالم كله ومجددا لسيد أحمد موسى بأنه أحنا أهلا صحيح راح أتناقش مع سيد أحمد أيضا يعني في سياق هذا الملف عن الجانب التثقيفي أيضا المناطس أيضا بوزارة الكهرباء في مسألة ترشيد الطاقة لكن قبل قليل سيد أحمد أنت سقت جملة من المبررات لأزمة الكهرباء وأنا مصرر أنها هي أزمة للكهرباء في العراق تتجدد تحديدا وتصل ذروتها في كل صيف لكن المواطن غير معني بهذه المبررات سيد أحمد ولا تساوي شيء أمام ساعة كهرباء واحدة يقضيها المواطن في ظل درجة حرارة تتجاوز الخمسين درجة مئوية في الصيف لماذا لا تعترف وزارة الكهرباء بأنها فشلت حقا بهذا الملف الله يستريمة أنا اليوم أقول ما يلي أن هناك من يريد إفشال وزارة الكهرباء وزارة الكهرباء ناجحة بامتياز وأثبتت نجاحها بتطور إنتاج الطاقة بقرابة 720% يعني سبع مرات تطور إنتاج الكهرباء وتطور وابع المنظومة في حين أنا أتحدى لم تتطور وزارة أخرى كما تطورت الكهرباء ولكن التطور يجب أن يترجم على أرض الواقع على الأقل بزيادة ساعات التغذية أنا 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 مع ستة أنا المعروف عني أن أخوك وصديقك بس الطيب جال اللي أوصل أريد أن يوصل على عجالك صد الله يسلم فأولا وهذه بالمعطيات واستاذ أيثم الرجل الخبير مواكب بـ 2003 كنا 3400 وإحنا الآن رح نتحدث عن 25000 ميجاوات يعني هذا قد صعدنا به 720% تطور إنتاج الكهرباء وتحدى اليوم أي واحد ولست في مقام التحدي يطيني مدارس الطورات مستشفيات شوارع بنا تحتية بقدر ما تطورت الكهرباء إذا ما واكب الحاجة وما غطى الطلب وما وفى التزاماتنا مع المواطنين إيه صحيح ليش؟ أنا أقول أولا أنه أكو عدنا بنا تحتية دمبرت ثانيا أنه أكو اليوم عدنا عقبات مالية مرت بها وزارة الكهرباء ثالثا عدنا مدخلات ينبغي أن تطلع بها غير الكهرباء أنا اليوم أريد أبو النفط يكون ويال باحة اجتماع لرئيس الوزراء ووجه باستنفار كل جهود الوزارات مع الكهرباء ليش؟ لأن السيد رئيس الوزراء يعي أبو الداخلية أبو الدفاع لازم يحمول الخطوط أبو المالية لازم يوفر لأموال أبو التخطيط لازم يدرج لمشاريع أبو النفط لازم يطين خطة وقودية أبو التجارة لازم عنده جهاز أجهزة تقيس وصيطرة نوعية يعرف حجم الأجهزة التي تتناسب مع الشبكة حتى الأخوة المواطنين أنهم منتدبين لأن يعون كلفة صناعة الطاقة الباحظة صناعة الطاقة أكلف صناعة هي صناعة الطاقة عليه أنا كنت أقول وأعتب على جناب الستريمة نشت كان بدلا ما تقعدين هنا أنا كان جبتي أبو النفط كان جبتي أبو النفط تعال أخويا بالنفط الكهربائي مو يردون وقود وغاز الليش ما أمفر المرة القادمة كان مفروض تجيبين أبو المالية تقعدين هنا لا 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 اسمحي لهذا يعني إيش أفكر وياتي بصوت عالي ملف مرتبط جيبين أبو النفط متحاسبي متحاسبي أنا بعدك وعبر منشاة أحمر وهنا من يعني على الهواء مباشرة أن أدعو يعني المتحدث باسم وزارة النفط وكذلك وزارة المالية أن يكون ضيوفي مع حضرتك في يعني الحلقة القادمة وهذا وعد مني وأتمنى أن يكون يعني متابعين اليوم هذه الحلقة أريد أن أصل لش أكيد أنا أدري بيش ما شيء تحمر كل الناس يباو وحاوة أدري بحجم وفاك بالالتزامات ومتفضلة بس اللي أريد أفهمه من خلال الشلق المواطني أنا كان بودي أن الناس تسأل أبو المالية يا بنت الأخوة لوزارة الكارباء يعني من حقهم حتى يشغلون المحطاتهم راح يجابين غاز زين الغاز من يطي فلوسه أنا جاي يقول الإيرانيين يردون فلوس زين من يطيموا الفلوس أنا يطيموا الفلوس غير كل جهة قطاعية وزارة زين وبعدين أبو النفط خبد المال أروح وأستوردها أبو النفط تعال ليش ما سويت خطة وقودية طبعا مو الوزارة الحالية الوزارة الحالية خوش يشتغلون داي يمضون بخطة وقودية وقرارات حكومية وداي يشتغلون على حقول الغاز بس أنا قول صارنا من 2003 اللي حد الآن معقولة ولا مصفة معقولة ولا حق الغاز معقولة ما سدينا حاجة الكارباء بجزئيات محينة أكيد أكيد أنا جت أقول يسأليهم ليش نجيبين بس أحمد موسى وبالكارباء وبس نحن فقط سيد أحمد نتوقف اليوم عند هذا الملف بسبب البيانة التي أصدرته وزارة الكهرباء لهذا اليوم ستي البيان شي سوي الإيرانيين ينقللوا خمسة مليون متر مكاعد بنسألناهم قالوا يا أبا مو إجاء موعد التزاماتكم بالوفاء قلنا يوالله إيجاء هم شوية إيجابية قلنا إن شاء الله بالأيام القادمة يكون اهتمام حكومي وبرلمان وشعبي وأنا سأبحان متفائلة شاء الله وزير المالية يسلفنا مع الأسف يعني وقت الملف بلك وزير المالية يسلفنا فلوس نطي للجانب الإيراني أتمنى أن تصل هذه الدعوة وسأعود وأفتح هذا الملف بكل تأكيد ويعني أنا أنت أخ عزيز وضيف كريم دائما على منشرة أحمر وشاشة الشرقية نيوز لكن أنا دائما أضع المسائل الشخصية على جنب وألقي يعني إلى الانتمام إلى الصوت المهني صوت المهني المهني مهم أكيد ورح نفتح الموضوع أكيد ملف الكهرباء شائك ومتجدد أشكرك جزيل شكر على المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أشكر موصول أيضا إلى الخبير في النفط والطاقة هيثم النعامي شكرا جزيلا لكما قصتنا الثانية في هذه الحلقة قد يكون الحديث فيها مكررا حيث يندرج ضمن جرائم العنف الأسري لكنها هذه المرة تتعلق أيضا بالطريقة التي يتعامل بها أرباب العوائل مع تأديب أولادهم على الأخطاء التي يقترفونها مقطع فيديوي يظهر طفلا يتعرض للتعذيب بالكي من قبل والده وقد يكون مثله آلاف يتعرضون لهذا العنف يوميا لكنه غير موثق كما فعلت زوجة الأب عندما صورت الطفل ليرسل لاحقا إلى أمه المقيمة في فنلندا نناقش هذه القصة لكن قبل ذلك نتابع التقرير جريمة عنف جديدة لطفل تظهر إلى العلن في العراق وتأخذ مدى واسع لأسباب عدة أولها أن الطفل كان يتعرض للتعذيب بالكي من قبل والده وأمام زوجة أبيها التي كانت على ما يبدو هي من تقوم بعملية التصوير والثانية أن الطفل يحمل الجنسية الفلندية فأن المقطع أرسل إلى أمه وهي تقيم في هلسنكي لينتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم ويتحول إلى قضية تدخلت فيها وزارة الداخلية على الفور بتحرير الطفل وأبلغت على إثرها وزارة الخارجية الفلندية والسفار العراقية في هلسنكي من قبل والدته التي قالت أن الطفل عاد إلى العراق لزيارة عائلة أبيه مع شقيقه قبل أن يمنعهم والدهم من العودة مجدة إلى فلندة وفي سرد القصة التي ترويها رشأ الكرجة أردنية الأصل فإن ابنها كان من المفترض أن يحتفل بنجاحه وعيد ميلاده وعندما لم يجد مظاهر لهذا الاحتفال أقدم على سرقة خمسة ألاف دينار بما يعادل نحو ثلاثة دولارات ليشتري بها حلوة ليعاقب لاحقا بالكي مقيد اليدين والقدمين ويفتح ملف الطفل ملفات أطفال وبنات وكبار سن في العراق تعرضوا ويتعرضون يوميا للعنف الأسري والاجتماعي وسط مطالبات متكررة بضرورة الإسراع بقانون تجريم العنف الأسري والعنف المجتمعي أتوقف عند هذه القصة التي تتجدد وتتكرر دائما في أخبار العراق ورحب بالمتحدث باسم وزارة الداخلية خالد لمحنة وأيضا ناشطة والحقوقية آية علي من بغداد وستنضم معي والدة الطفل المعنف ساجد رشاء الكوجر من فنلندا أهلا بكم ضيوفي الكرام وبالتأكيد أبدأ معك أم ساجد يعني أنا لا علاقة لي بهذا الطفل لم أستطع أن أتحمل الصرخات ولم أستطع أن أشاهد الفيديو كيف استقبلت هذا الفيديو عندما وصلك ومن من وصلك ولماذا؟ طبعا أنا مش عارف أن نسق في كلامي ولكن حاول أتكلم حالي حالي الناس لما شوفوا المقطع أول حاجة كان عيد ميلاد ابني هذا اليوم 31 خمسة عيد ميلاد ابني الكبير فكنت أتوقع أنه يساووا حفلة عيد ميلاد كتورطة كذا فجأت في ابنيه بعد هذه المقاطع أنا كنت عارفة أنه تصرف ابنيه غير لعاق صحيح أنه مثلا يمد إيده على شيء ملائله نحن لا نناقش تصرف ابنك مهما يعني لو كان مرتكب جرم صديع أنا بحكي على طريقة التأديد بالتأكيد هي طريقة التي تعاملت فيها مهما كان الجرم اللي صار كان لابد التعامل معه بطريقة أكثر تربوية أنت هيك خلقة إنسان حيكون عنده عقد نفسية مستقبلا ما حيكون إنسان صاحي ما حتك يمكن ينسى الألم الجسدي أو الأثر الجسدي اللي فيه لكن عمرك ما حتمسح الأثر النفسي يبدو من الفيديو بأنها ليست المرة الأولى التي ربما يتعرض فيها ابنك لهذا النوع من العنف هل كنت تعلمين أنه يتعرض لهذا النوع من العنف وهو في بغداد وأنت في فنلندا نعم كنت أعرف هذا الشيء نعم كيف كنت تتصرفين مع من كنت تتواصلين كنت أحاول حقيقة أن أتواصل مع أبوه نفسه نتكلم مع أبوه نقوله كذا مرة هل هذا تصرفيني ما طابعت؟ الجد الحجية أنا أذكرها بالخير ويشامحها أنه تقولوا خلي بيزل أمك خلي تشوف نعم أتوقف مع سيد خالد لمحنة سيادة اللواء شكرا لجهودكم وأتمنى أن تبقي معي أم ساجد على الهاتف سأعود إليك شكرا لجهود وزارة الداخلية سيادة اللواء كيف تعاملتم مع هذه الحالة؟ وكيف وصلتكم الشكوى؟ هل بعد أن انتشر المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أم أنتم كنتم على علم مسبق بهذه الحادثة؟ نعم تحياتي لحضرتك وإلى ضيوفك الكرام وإلى جمهورنا العزيز هو الحقيقة إحنا للأسف في الفترة الماضية كثرت حالات العنف الأسري وكثير منها ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي الحالة اللي الآن إحنا بصددها بعد ما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظتها الأجهزة المعنية برصد هكذا حالات تحركت على الفور أجهزة الشرطة وكشفت المكان الحادثة وتوجهت على الفور إلى المنزل وتم أخذ الطفل وتلقيه العلاج وما زال الآن هو في حوزة الشرطة المجتمعية ومديرية حماية الأسرة والطفل وهناك تبعات وإجراءات قانونية بحق والد الطفل هل صحيح أنه تم القبض على والد الطفل ويعني يحقق معه الآن؟ لم يكن موجود لم يكن موجود في حينها والد الطفل وإلا تم القبض عليها فوراً ولكن هناك إجراءات قانونية بانتظاره والآن الشرطة بصدد جمع المعلومات حول أماكن تواجدة في هكذا حالات هل فقط تقع المسؤولية أو يعاقب والد الطفل أم كل من كان شاهداً على هذه الجريمة؟ له طبعاً الفاعل الرئيسي الأكيد الشخص الذي يقوم بهذا الموضوع تشمل هذه العقوبات باعتبار اليوم هذا جرم كبير يسبب يتنافى مع القانون العراقي وهناك إجراءات شديدة من قبل القانون العراقي لأنه الإيذاء بهذه الدرجة من الوحشية والعنف تستوجب أن يكون بيها إجراءات صارمة من قبل الجهاز التنفيذي وكذلك الجهاز القضائي باستخدام المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي سيادة اللواء من خلال متابعتكم لهذه الحالة وهذه القصة هل لديكم معلومات بأن الطفل موجود على جسده؟ أي ربما آثار قديمة لكدمات لضربات لأيضا نوع من التعذيب مثلا؟ يعني هو كآثار لا توجد قديمة ولكن الطفل ادعى أنه حصول عدة حالات سابقا ويعني الآن هذه الحالة وهو الآن بصدد تلقي العلاج في المؤسسات والمراكز الصحية العراقية نعم أرحب بك آية علي أنت ناشطة وحقوقية وهذه الحالة تدفعنا للتساؤل عن قانون العنف الأسري المعلق اليوم بالعراق وأيضا يعلق على البرلمان العراقي كثير من الآمال بأن يتم سن وتشريع هذا القانون إلى أي متى بات هناك ضرورة ملحة وأولوية قصوى بأن يتم إقرار هذا القانون مع هكذا حالات مستمرة أهلا وسهلا عزيزتي ريمة بالحقيقة أنه يؤسفني اللي شفتها حاليا للطفل المعنف ويؤسفني أيضا للحالات اللي لم تذكر والحالات اللي غير معلومة للوقت الحالي ويؤسفني أكثر أنه هذه الحالات العنف هذه تظهر للعيام والكل على علم بيها وما زال قانون العنف الأسري إلى وقتنا هذا معلق فأنه يجب أن يكون هناك خطوة جدية فعلية من قبل المسؤولين عن هذا الأمر بعدم تعليق قانون العنف الأسري وللأسف توجد هناك بعض الملاطفة من القوانين من القانونيين العفو هو مو ما أكو إحنا حتى نخلي أنا أكون صريحة ويات أنه ما نقدر حاليا أن نقول ماكو قانون العنف الأسري بالعكس قانون العقوبات العراقي هناك العديد من المواد التي عالجت العنف الموجود وأيضاً هناك لكن تحدث بالتحديد عن المادة المادة 40 التي تبيح للأب بتأديب زوجته وأطفاله أنا أتحدث عن هذه 41 قانون مادة 41 هذه المادة التي تسمح للأب بتأديب أبنائه وتأديب زوجته ألا يجب إعادة النظر بها؟ بالحقيقة المادة 41 تبيح الضرب من قبل الآباء ومن قبل المعلمين ضمن حدود الشرع صراحة أنا أشوف أنه ضمن حدود الشرع هناك حدود الشرع شنو هي؟ حتى أنه إذا تلاحظين بعض الفقهاء ما يعلمون شنو هذه حدود الشرع أو شنو هذه الحدود اللي يجوز أنه خطاها أو ما يخطاها فإنه للأسر يجب معالجتها نعم يجب معالجتها ست أم ساجد فيما يتعلق بتصوير الطفل هذه المرة أنت قلت بأن أخ الطفل هو الذي صوره وهو يعنف من الذي قام بنشر هذا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك انتقادات كبيرة حول هذا الموضوع لماذا ينشر فيديو لطفل وهو يعنف؟ يعني أتحدث هنا عن الآثار البعيدة لهذا الفيديو في حال كبير هذا الطفل وشاهد نفسه وهو يعنف أنا حكيت أن الأثر الجسدي يمكن ينسي الطفل ولكن ما ممكن ينسي الأثر النفسي ثاني حاجة أنا حاولت كثير من الذي نشر الفيديو ومن الذي سرب الفيديو إلى وسائل التواصل؟ أحكيك بس أنا حاولت كثير أني أنا أخذ الأولاد قانونا لكن في العراق ما كان أي قانون يسمح لي أني أخذ الأولاد فحاولت بطرق السلمية كثير أني أخذ الأولاد سواء مع الأب والعائلة والأسرة بس بقت كلها بالفشل الإنسان يلجأ بعدين إلى طرق قانونية أنا تكلمت مع محامية أنه هيك 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 طلبت مني أنه عشان نثير يعني أنه نحاول نوصل الصوت إلى الجهات المعنية ست أم ساجد لتخليص الطفل من هذا الواقع حدثيني أنا لهيك سألتك يعني ليتم لأن هناك انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي لا لا ليس كانت أنا حتى طلبت أنه يتم تغطية وجهه يعني تمام ست أم ساجد فيما يخص الأجواء العائلية التي كان يعيشها ساجد حدثيني عن علاقة الطفل أكثر مع والده مع زوجة والده مع أخوته مع جدته كيف كانت؟ أنا بالنسبة لي هذا السؤال أتمنى تسألوله ساجد نفسه أتمنى لأنه ليس أستطيع أن أتكلم عنه نيابة بس أنا أقدر أقول أنها فيها توتر يعني فيها نفور قليلا بس أنا كنت أحاول أنه نغطي هذا الأشي كأنه أسرة يعني على أساس أنه لازم واحد يغطي عيوب الثانية مثلا أنا أكون عصبية يوم أبو عصبي يوم حاول أن نغطي على بعض ولكن هناك نوع من الظلم فاقة حجم الطبيعة في توتر في العلاقة لأنه ما أعرف كيف الطريقة التربوية اللي هم بيفكروا فيها طريقة التربية طب لماذا التوتر؟ لماذا يصب أب جام غضبه على أبنه بهذه الطريقة؟ هل بسبب علاقتكم؟ إذن هو مريض نفسي؟ لا لا أنا بسبب مرضي أنا لأنني مصابة بالسرطان مصابة بالسرطان وعندي علاجات لازم أسافر وأخذها وكمان عندي منذ 15 يوم بالضبط أنا كنت عامل زراعة قرانية لعيني لأني ما بشوف فيها فأنا بروح للعلاج فخلال الثمن تشهر هاي توترت العلاقة لأنه كون المسؤولية على الأب واحد أنا طلبت من عندهم أخدهم خليهم معي فترة علاجي رفض ضرف التعم وما أريد ومش عارف إيش خليهم عندي وأمي داريهم سيد أمساجد يعني كم هي المدة التي يعني الطفل مفصول عنك يعني منذ متى لم تلتقي بهذا الطفل وكيف أخذوا الطفل منك؟ قبل هيك كانت فترة زمنية تقريبا سنتين ما شفتهم بعدين اضطرت أنزل للعراق وتم طردي من باب البيت ما خلاني أشوف ابني ومرغم أنا قاطع خمس تلاف كيلو متر وجيت جايب هدايا وكذا الموقف اللي ما أنسى ولا حنسى في حياتي لأثر في نفسي وأنا مسانة أعتبر نفسي شوية هادئ يعني ابني لما شافني سكر الباب خوف من اللي لأنه كلهم مخوفون من أمه لو تيجي ما تفتح الباب كذا لا تحكي معاه أنا وقف بالباب لا من عادات العرب ولا من عادات أي كائن من الكائنات وقف بباب الباب وانطرت أني ما أشوف ابني فما قدرت أشوف ابني وبعدين رجعت لفنلندا من غير ما أشوف أولادي تمام عوتي إلى فنلندا هنا يعني أنت هنا كنت تحاولين أن ترجعي ابنك إلى أحضانك اليوم بعد هذه الحادثة وردود الفعالة التي حدثت حولها أتمنى كيف تدخلت وزارة الخارجية الفلندية ربما هناك معلومات تقول أنها تدخلت في هذه الحالة كذلك كيف كان التعاون بين المؤسسات داخل العراق وخارج العراق فيما يخص أن يعود الطفل إلى أحضانك هي عن طريق تقديم شكوى تقديم الشكوى بعدين في السفارة العراقية هي كمان ساعدت في هذا في ناس ساعدوا في إجراءات كيف تتم الشكوى وساعدتني حقيقة أن أخت موجودة هناك وهي اللي أعطتني الطريقة كيف أمشي قانونيا عشان أسعى بها بالخارجية الفلندية وحاليا الخارجية الفلندية راح تخاطب السفارة الفلندية الموجودة في العراق عشان السفارة الفلندية تنقل يعني هاي الشكوى للخارجية العراقية هذا الوضع إذا الأب ما قادر على رعاية الأطفال كونه متعب نفسيا يعني تعبان مثلا من العمل ضغوط العمل أيا كانت وما يوجد مثلا أمه مرأة كبيرة وأنا ما أقدر أجبر أحد فالأولاد بحضانة سواء كان القانون العراقي أو القانون الفلندية فأتوقع أن الأولاد يكونوا لأمهم وأنا ليس هذا الكلام معنات أن أمنع أبوهم من أن أرى أولادهم وصل صوتك شبت أم ساجد ونتمنى أن يكون ابنك معك في أقرب وقت ممكن سؤال أخير وباختصار إليك سيادة اللواء كيف ستتعاونون مع الجهات الخارجية في هذه القضية ليتم تسليم الطفل لوالدته نعم هو الحقيقي الموضوع هو برمته موضوع قضائي أي هناك إجراءات قضائية تم من خلال هذا الشيء ويصار أما إحالة الأولاد أو تسليمهم إلى أمهم تتبع نظرة المحاكم بهذا الشأن لكن هناك مواد قانونية تطبق في بعض الأحيان تصل إلى حد سلب الولاية الأبوية إذا ما ثبت أنه الأب غير جذير بتربية أبناءه أو يستخدم الطريقة الطريقة التعنيف معهم لذلك القانون العراقي واسع وفيه كثير من المواد التي تضمن حقوق الأطفال كل التعويل على القضاء العراقي العادل نحب نوجه رسالة نعم نحب نوجه رسالة اليوم هذه القضية مثل ما تفضلت الأخت وفاء يعني لو لا ظهرت بوسائل التواصل الاجتماعي ما كان هناك يصير إجراءات للشرطة لذلك نطلب من المواطنين من يسمع بهذا حاله في منطقته في عند جاره يسارع بالإبلاغ الجهات المختصة وأجهزة الشرطة الشرطة المجتمعية حماية الأسرة حتى تتصرف بشكل مباشر وتنقذ الشخص المعنف أشكرك جزيل أشكر المتحدث باسم مزارة داخلية لواء خالد لمحنة وأشكر موصولة لنشطة والحقوقية آية علي وأيضا والدة الطفل المعنف أم ساجد شكرا جزيلا لكم منذ عام 2003 والمؤسسة العسكرية في العراق تعتمد نظام التطوع حيث ألغي نظام التجنيد الإلزامي الذي بني على أساسه الجيش العراقي لعقود طويلة ها هو التجنيد الإلزامي يعود إلى الواجهة من جديد حيث يسعى البرلمان العراقي إلى تجديد دماء المؤسسة العسكرية فضلا عن امتصاص زخم البطالة بين صفوف الشباب نتابع التقرير ثم نعود يسعى المشرع العراقي منذ نحو عام لإقرار قانون التجنيد الإلزامي العام لجنة الأمن والدفاع تمت القراءة الأولى للمشروع وتعكيف على إضافة بعض الفقرات والتعديلات للمواد الموجودة في مساودة القانون ويقول نواب أن قانون التجنيد الإلزامي يحدد السن القانوني للتجنيد من 18 إلى 45 عاما مما يجب عليهم الذهاب إلى مراكز التجنيد لتأدية خدمة العلم لكن هذا الأمر تحكمه محددات عدة تتعلق بالمستوى التعليمي والوظيفة وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي أنجزت مشروع قانون للتجنيد الإلزامي في المؤسسة العسكرية بعد 18 عاما من إلغاءه ويرى المؤيدون في تنفيذ القانون تعزيزا للمؤسسة العسكرية وضخ دماء جديدة تدعم جهودها في القضاء على تهديدات الجماعات المسلحة وحماية المناطق المتأزمة إضافة إلى تأمين الحدود فيما يرى المناوئون للمشروع أن القانون سيتيح عسكرة المجتمع إذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار السلاح وحصره بيد الدولة العسكري المتقاعد الفريق عبدالخالق الشاهر معي من بغداد حول هذا الموضوع أهلا بك سيادة الفريق كثيرا ما نسمع عن ظاهرة الدمج وكذلك الفضائيين في المؤسسة العسكرية في العراق هل هذا القانون سيكون كفيلا بوضع حد لهذه الظاهرة؟ حياك الله وحيا مشاهدين الكرام هذا القانون سيعجز هذه الظاهرة إلى أعلى حد لماذا؟ لأننا لسنا قادرون حقيقة على أن نلاحق الهارب وتتذكرين ظاهرة الهروب لا نتمكن الآن من أن نلاحق الهارب في عشيرته عندما يلجأ إلى عشيرته وتعرفين الحالات التي تحصل بين العشائر والقوات المسلحة والأمنية الأخرى زائدا له قدرة الدولة غير متكاملة في أن تدفع الناس بهذا الاتجاه يعني ليس الهروب فقط وإنما عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية وسيصبح لدينا متخلفين عن السوق بأعداد كبيرة جدا خصوصا وأن السفر مفتوح إلى الخارج عندما يحين الوقت وفضلا عن أن الإجراءات التعقيب ليست بالمستوى المطلوب يعني لا توجد سرطة عسكرية قادرة على أن تأتي بإبل الزنوب وتزجه في تسوقه إلى الجيش أو العكس بالتالي فأن السحر سينقلب على السحر نعم سيادة الفريق يعني تتباين الآراء حول هذا القانون بين من يعتبره أنه سيكرس الوطنية وبين من يعتبره أنه سيكون عكس ذلك تماما يعني لماذا هذا التباين وما الذي سيضيفه هذا القانون إلى واقع المؤسسة العسكرية في العراق ما احترامي للذين يعتقدون أنه سيعزز الوطنية الوطنية تتعزز في العائلة وفي الابتدائية وفي المتوسطة وهكذا الوطنية تتعزز لداء الجيش الأبيض الذين أنقذونا من فيروس كورونا كل التحية له وفي كل مكان الوطنية تتعزز كل نعم غاب هذا القانون طيلة ثماني عشرة سنة عن العراق كان له تداعيات كبيرة منها ظاهرة السلاح المنفلت كذلك يعني انضمام الشباب العراقي إلى جماعات ليس لها علاقة بالجيش ما أدى إلى ربما عدم السيطرة أكثر على هذا السلاح ألا تعتقد أن هذا القانون قد يضبط هذه الظواهر أتذكر في حالات معينة في الماضي البعيد تم العفو عن يعني إلغاء خدمة أهلنا الكرد في القوات المسلحة نعم لسبب أننا لم نتمكن حقيقة يعني ليس من نتربنا لم نتمكن في ذلك الوقت من سوقهم إلى القوات المسلحة وحصلت مشاكل كثيرة والآن أعطينا بدائل وهي أن السراعي اليزيدية فرسان الأفواج إلى آخره خدموا بطريقة أخرى الآن وجود هذه الفصائل المسلحة والجيوش الأخرى سيكون ملجأ للانتماء يعني كل من تأتي إليه يصله السوق إلى القدمة العسكرية سيرجأ إلى فصيل الفلاني ولن نتمكن ونحن في هذا الوضع من جره من ذلك الفصيل يبدو سيادة الفريق بأنه لديك مآخذ على هذا القانون ربما بصيغته الحالية وهناك مناقشات لتعديل ربما هذا القانون برأيك ما هي المآخذ أو من وجهة نظرك ما هي المآخذ على هذا القانون وما الذي يجب أن يضاف إليه من بنود ليكون مثاليا على الحالة العراقية والوضع العراقي والشباب العراقي وظاهرة السلاح المنفلد وكذلك الأزمات العديدة التي تعصف بالمؤسسة العسكرية أنا ليس معارض لتفاصيل القانون إذن بل أنا معارض للخدمة للخدمة الإلزامية القسرية القهرية الإجمارية لأنها تتعارض مع الإعلان العالمي مع النظام المدني بالتأكيد ولكن واقع العلاق نظام المدني والحرية الفردية واقع العراق يحتاج إلى ليس إلى جنود إضافيين ليس إلى جنود إضافيين سيدتي خمسة وخمسين ألف جندي مطوع بحاجة إلى جنود فكريين العراق لبما بحاجة إلى ثورة فكرية على المجتمع وكل هذه الأنظمة حتى النظام الحالي نظام الديمقراطية بشكله الحالي رائع جداً ما قلتيه رائع جداً الخمسة وخمسين ألف جندي في الموصل لم يتمكنوا من الصمود أمام داعش نحن لسنا بحاجة إلى أرقام نحن بحاجة إلى نوعية إلى جندي مؤمن منضبط منتبي هو جاء منتبياً وليس أتينا به ليخدم العلم بطريقة التي نرى نحن بها خدمة العلم هو يريد أن يخدم العلم بطريقة أخرى هو قد يكره الجيش قد يكره الحروب قد إلى آخره المنتمين لم يحققوا شيئاً المتطوعين والذين رواتبهم محترمة وكل أمورهم محترمة ولكن مع ذلك لماذا؟ لأنهم جاءوا من هنا ومن هناك لأن الأحزاب هي التي جاءت بهم وبقوا مؤمنين بالأحزاب والأحزاب التي هي في العراق الخلاصة كما قلت والأحزاب الذين يقولون يؤيدون هذا المسروع أن الوطنية ليست في هذا المسروع الوطنية يجب أن يكون بقول شوارسكوف القائد الأبريكي أرجوك دعيني أكمل جملة واحدة على الأقل تفضل أنا آسفة ليس يدم أن يكون بل شوارسكوف الله يخليكي الله يخليكي الوقت هو كان إلي ربا سويت عشرة كآلتك في المرة السابقة أيضاً سيدتي شوارسكوف قالوا له ستتوحل في العراق كما توحلتم في بيتنام قال لهم كلا ذهبنا إلى بيتنام بجيش من المكلفين أما الآن فنحن ذاهبين بجيش محترف المحترف يعني المتطوعين ونحن نستخدم محترف الجوش السابقة كان لدينا جيش المحترف كيف محترف ونحن سقناهم بالقوة هذا ليس في العراق فقط في أكثر من نصف دول عالم التجميل الإلزامي ولكن عندما يكون دولة نطية بهذا المستوى الاقتصادي ولو أنهم دمروا الاقتصاد والحمد لله لا يجوز أن نأتي بالناس صخرة بل هم ينتمون إلينا تطوعاً ونعرف كيف نديرهم ونتصرف بهم لأكونوا أبناء العراق فقط وليس أبناء الحزب الفلاني والكتلة الفلانية أنا أسف إذا قاطعتك أكثر من مرة ولكن وقت البرنامج يعني يفرض عليه هذه المقاطعات طبعاً أنت ضيف كريم وتتكون دائماً ضيفاً كريباً على منشات أحمر أشكرك جزيل الشكر الفريق المتقاعد عبدالخالق الشاكر كنت ضيف منشات أحمر في هذا الملف وبهذا نصل إلى ختام إلى فاتم منشات أحمر هذا اليوم عدونا يتجدد يوم غد إلى ذلك الحين كل التحية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة